بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله صلاةً دائمةً بدوام ملك الله أيها المشاهدون الكرام صلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن لذة الشهادة في سبيل الله لا يحصلها قلم ولا يحصيها لسان ولا يحيطها بيان وهي الصفقة الرابحة والتجارة الرابحة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله تجارة رابحة تجارة رابحة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى اشترى الله عز وجل من المؤمنين أنفسهم وجعل الثمن والعوض جنة الله عز وجل وأخبر ربنا تبارك وتعالى بأن الشهادة في سبيل الله اصطفاء واجتباء أي ليست لجميع البشر وإنما ينالها من يقدر الله عز وجل له هذه المكانة لأن لهم أجر عظيم كبير جزيل أخبر الله عنه في القرآن وبين بعضاً منه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم فلذلك أهلها اصطفاهم الله عز وجل واختارهم الله عز وجل قال الله عز وجل وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء فأهل الشهادة اصطفاهم الله عز وجل اختارهم الله عز وجل ثم بعد ذلك بيّن ربنا في القرآن بعضاً من الأجور التي ينالوها بين يدي ربهم تبارك وتعالى وإن من هذه الأجور أنهم أحياء عند الله عز وجل يرزقون فرحين في أفضل جوار وفي أحسن جوار قال الله عز وجل وَلَا تَحْسَبَنَّا الَّذِينَ قُتِلُوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون يا له من فضل عظيم ويا له من شرف كبير أنهم أحياء عند خير جوار عند الملك تبارك وتعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أهل الشهادة لهم النور التام يوم القيامة ولهم أجر عظيم قال الله عز وجل وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجِرُهُمْ وَنُورُهُمْ الشُّهَدَاءُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ أحياء عند الله عز وجل بهذه المنزلة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يخبر بأنه تمنى هذه المنزلة أقسم صلى الله عليه وسلم وقال وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَدَتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أُقْتَلُ وهذا إن دل فإنما يدل على عظم الشهادة في سبيل الله وعلى عظم مكانتها وعلى الأجر الكبير الذي أعده الله عز وجل أخبر الله عز وجل عن هذا في القرآن وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من هذا الأجر وبعضا من هذا الثواب أولا في شأن سيدنا جابر بن عبد الله يوم أن لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يوما مهموما حزينا مكروبا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ما لي أراك منكسرا ما سبب انكسارك ما سبب ما أنت فيه من هم وغم فقال يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك قال بلى يا رسول الله قال إن الله عز وجل لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب وكلم الله أباك كفاحا فقال له عبدي تمن علي أعطك أطلب أمنية فقال يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقاتل فأقتل فيك ثانية أهل الشهادة لهم عند الله منزلة عظيمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في قوله للشهيد عند الله ست خصال أولها يغفر له مع أول قطرة من دمه أو مع أول دفعة من دمه يرى مقعده من الجنة يؤمن من عذاب القبر ويجار من عذاب القبر يشفع في سبعين من أقاربه ويلبس حلة الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج من الحور العين يا لها من كرامة عظيمة ويا له من فضل كبير عظيم لمن؟ لهؤلاء الشهداء فهذه منزلة لا يحصرها قلم ولا يحيطها لسان ولا يصفها إنسان أسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذه المنزلة وأن نال الأجر العظيم الذي أعده الله عز وجل للشهداء والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة